السلام عليكم شينوبو تخسر جزء من هلثها عشان تهيل الفريق شينوبو إلكترو ما تنفع تكون سببورت شينوبو ما تهيل كل الفريق تهيل بس الشخصية الحالية اللي احنا تغالين عليها هذه النقاط الثلاثة هي اللي عليها الكلام لكنها ما هي سيئة ممكن نلعب بها ونستفيد منها وتفيدنا في مواقف كثيرة في هذا الفيديو راح نشوف الشخصية شينوبو ونشرحها ونفهم كيف نلعب بها بحيث يكون لها فائدة للفريق مو مجرد شخصية زايدة تضر المجموعة فلو تكرم لايك واشتراك ونشر لي الفيديو بسم الله بدينا معكم مهنم من قناة كليكر تيفي اهلا بيكم في القناة الإليمينتال سكيل شبيه لي إليمينتال سكيل شيشيو بربر يدمج الوحوشة الكريبين من شينوبو أو من الشخصية الحالية اللي احنا بنستخدمها كل ثانية ونص وفي نفس الوقت تهيل الشخصية اللي حاليا احنا نلعب بيها بناء على الماكس اتش بي عند شينوبو يعني كل ما زاد الـ اتش بي عند شينوبو كل ما زاد قوة التهيل بس هنا في اعيب في التهيل حق شينوبو إنه لما نستخدم الإليمينتال سكيل ونبدأ نهيل وندمج راح يستهلك 30% من الـ اتش بي الحالي حق شينوبو فهي يهيل لكن نخسر جزء من 30% من الهيلث الحالي و30% ما هو قليل لو تلاحظ انه الهيلث كله بيروح نسبة كبيرة منه بيروح لكن المميز كمان في هذه النقطة انه ما راح ينقص الهيلث اقل من 20% يعني شينوبو إذا الهيلث عندها إذا الاشبيع عندها اقل من 20% فهنا ما راح ينقص عندها الهيلث تستخدم الهيلث بدون ما ينقص ولا أي حاجة في عندها كمان هي شينوبو حاجة إيجابية انه كل ما عملنا وطورنا من الشخصية راح يزيد معاها الهيلث الهيلث وكمان وكمان 20% زي ما قلنا انه هيعتبر عالي يكون فيه دميج مستمر وكمان الدميج يعتمد على الهيلث عند شينوبو في كل ما زاد الهيلث كل ما زاد الدميج لكن صراحة انه دميج شينوبو في المنتل برست مهو مرة مفيد الدميج عادي صحيح انه بناء صحيح انه الدميج يعتمد على الهيلث بي والهيلث عندها عالي لكن الدميج حق المنتل برست عالي وفي حاجة ايجابية انه اذا كان الهيلث سينوبو كوكي شينوبو اقل من خمسين في المية فمعناته انه المدة حق الهيلث تزيد فهذه نقطة ايجابية واذا زاد الهيلث مدة الهيلث برست معناته بيزيد الدميج شوي الباسيف تالينت الاول اذا كان الهيلث بي ان شينوبو اقل من خمسين في المية معناته قوة التهييل او الهيلث سيزيد 15% لاحظنا انه في الهيلث البرس والباسف تالينت الاول قاعدين يقولوا اذا كان الهيش بي اقل من خمسين في المية كان يقولوا لنا يا جماعة اللي يلعب بشينوبو دايما يخلي الهيش بي حقها مرة قليل 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 خمسين في المية الباسف تالينت الثاني جميل جدا ويعمل نقلة في بناء الشخصية يقول لك هنا في الباسف تالينت الثاني انه الهيلنج التهييل عند شينوبو رح يزيد 75% من الهيش والدمج رح يزيد 25% من الهيش فجلسين يقولوا يعني انه التهييل رح يكون قوي والدمج رح يكون قوي بناء على الهيش اللي عند شينوبو طيب شوفوا اول ما نطالع في الباسف تالينت الثاني نقول التهييل يزيد والدمج يزيد بناء على الهيش نزيد الهيش شخصية ما نزيد لماذا يقولون نحط الهيش كل اللي يجي في بالنا انه الثاني غير مفيد لانه يقول لي زيد الهيش فهذا الهيش لكن هذا كلام غير صحيح هذا الكلام غير صحيح في بعض الحالات نحن نزيد الهيش وفي بعض الحالات ونزيد الهيش لكن هذه التفاصيل رح نتكلم عنها مستقبلا لما نوصل عند الشخصيات او الارتيفكتر الباسف تالنت الثالث اللي هو لما نعطي الشخصيات رحلة يترجع لنا في وقت اسرع المهم هذا اللي عند البنت هذا يستيسمع حتى المهم يلا تلفيل المهارات اهم حاجة الهيش فما نستفيد منه كثيرا فالهيليمينتال سكيل وقال بعده المينتال برست وبعده نورمال اتاك لكن في الحقيقة يكونوا على ريفل واحد لأنه مايفيد الكون الأول بيزيد من دميج على المينتال برست طيب يخلي الدميج الايو اعلى خمسين في المية فالدميج اعلى حق المينتال برست خمسين في المية فهذا معناته انه دميج المينتال برست راح يكون اعلى الكون سوليشن الثاني مدة المينتال سكيل راح تزيد ثلاث ثواني هو اصلا المينتال سكيل مدته 12 ثانية والكول داون 15 ثانية ففي عندنا ثلاث ثواني فارغ ما نقدر نستخدم المينتال السكيل لكن مع وجود الكون سوليشن الثاني هنا ممكن يكون المينتال المينتال سكيل 15 ثانية والكول داون 15 ثانية فأول ما يخلص المينتال سكيل يعطوني سخدم المينتال سكيل مرة ثانية الكون سوليشن الثالث يزيد ثلاث لفلات وإذا زدنا لفل المينتال سكيل فهنا نزيب من قوة التهييل وكمان نزيب من الدميج اللي يحصل في المينتال سكيل الكون الرابع يعني أنا تفاجأت أول ما قرأته رح تتحول الشخصية دي بي اس سب دي بي اس فصراح تفاجأت لما قرأته يقول لك أنه لما يستخدم المينتال سكيل هنا النورمال اتاك والشارج اتاك والبلنجينج اتاك الدميج هنا رح يزيد 9.7% من الماكس حق شينوبو فمعناته أنه لما نستخدم بعدين نقعد ندمج هنا فيه دمج هنا رح يزيد الخامس زيد ثلاثة وزيادة في ما يزيد إلا الدمج لأنه ما في له إلا دمج السادس شينوبو ما تموت شينوبو ما تموت مو أي شخصية في التيم لا شينوبو ما تموت مدة 60 ثانية يعني إذا ماتت رح ترجع مرة ثانية وعندنا حتى 60 ثانية حتى ممكن يحدث هذا الشيء مرة ثانية لكن إذا ماتت مرتين فيه أقل من 60 ثانية هنا ففعل المرة الثانية رح تحسب 60 ثانية دقيقة والدقيقة يعتبر كثير قليل أقصد المهم شينوبو ما تموت بالكونسوليشن السادس وفي حاجة ثانية هي المرة مميزة في الكونسوليشن السادس إنه إذا الـ HP إنشينوبو أقل من 25 في المية المنت الماسر رح يزيد 150 مدة 15 ثانية كل 60 ثانية فهذا فعلا شيء إيجابي إنه لما تنزل الـ HP رح يزيد المنت الماسر فهذا فعلا حاجة إيجابية للشخصية من وجهة نظري الـ الثاني يعتبر مرة مهم السادس لما نتفعل اللي هو المنت الماسر رح يكون برضو مهم لكن الرابع اللي أنا فعلا من يفاهم إلا بعد التجربة فأتوقع إنه رح يكون كويس لأنه 9.7% يعتبر حاجة كويسة فمعناته إنه دمج رح يكون حاجة كويسة لكن بعد التجربة بعد من جرب الـ الرابع ممكن لنا رأي مختلف إنه يا كويس يا سيئ يا مرة كويس يا مرة سيئ فما جربنا فما نعرف طيب الـ شينوبو في عندنا خيارات مرة كثيرة في عندنا مليلث 2 مليلث 2 نوبلس 2 مليلث 2 ميدن 4 نوبلس 4 من أوشن خصوصا إذا كانت هي الـ الرابع لأنه يبين أنه ممكن تدمج وعندنا أربعة من إمبليم هذه هي الخيارات المتاحة لنا لكن من وجهة نظري ما يستهل نعطيها أي من هذه الأرتيفكتات إلا أربعة من مليل لأنه دمج الليمينت البرس ما هو قوي فما أشوف أنه فعلا رح نحتاج نعطيها أو نحتاج نعطيها أربعة فأربعة من مليلث هو أفضل خيار لها خصائص الأرتيفكتات خصائص الأرتيفكتات إما تكون سعي والكوب والتاج أو إذا كنا نبغى فعلا يكون تهييل تام بس مجرد الشخصية تكون مجرد طيب أو ممكن يكون الثلاثة كلهم إلا مينت الماسري يعني السعي إلا مينت الماسري والكوب إلا مينت الماسري إذا كنا نبغاها تدمج وشينوبو ما ممكن تدمج إذا كان في تفاعل بين العناصر لأن مهم يكون في تفاعل بين العناصر عشان تدمج فنبغى نعرف نعطيها HP عشان تهيل ولا إلا مينت الماسري عشان تدمج هذا يعتمد على الفريق أما إذا أرتفكتات لسه أربع نجوم إذا الرانك أقل من 45 هنا ممكن نعطيها من أربع من ويكون خصائص على نفس النظام أو السلاح سلاح هذا يعتبر أفضل سلاح لها وفي عندنا برايم موديل برضو ممتاز خصوصا أنه راح يزيد 20% فهذا السلاح يعتبر مرة ممتاز لشينوبو لكن ممكن السلاح يكون عند شخص ثاني أفضل من شينوبو وعندنا سلاح أربع نجوم وهذا اللي ممكن يعتبر أفضل سلاح أربع نجوم لها لأنه فيه إليمينت الماصري مرة عالي تمام في عندنا كمان سلاح الفلاش يعتبر مرة مفيد لها وسلاح ففينيوس ففينيوس مفيد في بعض الحالات لأنه وطاقات ففينيوس مفيد لبعض الحالات لكن أنا من وجه نظري أنه هو يعتبر لكن في بعض الحالات ففينيوس هو اللي يعتبر أفضل بين أسلحة الثلاث نجوم دارك آيرون يعتبر هو ممتاز راق خمسة دارك آيرون يعتبر ممتاز للشينوب اللي في له كلام مرة مهم هو الفريق حق شينوب هو اللي يبين أنه هل هي الشخصية ممتازة أو الشخصية صحية أهم مهارة إن شينوب ولما نستخدم اللي راح يكون عندنا خمسة تفاعل بين عناصر لأنه إذا كنا العصقين بين الوحوق وكمان في دمج مستمر من من الشخصية اللي شغالين عليها فرح يحصل خمسة تفاعل بين العناصر وإحنا عارفين إنه تفاعل بين عناصر ما هو مرة مفيد في السوبر كوندكت لأنه سوبر سوبر كوندكت كافي والأوفرلود إذا حيطير الوحوش فحيكون الوحوش مرة بعيدين عن شخصياتنا فما راح نقدر نعمل تفاعل بين العناصر أو مرة ثانية إلا بصعوبة لكن مرة كويس وكمان نفس الشي تفاعل الالكترو مع الدندرو اللي من يفاكر إيش اسمه احتمال كبير إنه يكون مرة ممتاز قوي فشينوبو إذا كانت في فريق يعتمد على الالكترو أو مع الدندرو اللي ناسي اسمه التفاعل يعني الفريق فيه شخصيات دندرو يكون تفاعل بين الدندرو فهنا فعلا راح نستفيد من المنت الماسيو ونحتاج نزيد الدمش حقها أما إذا كان الفريق أو التفاعل المهم في الفريق أو فهنا شينوبو إذا نبغي نلعب بشينوبو في هذا الفريق ستكون مجرد هيلر ما تعمل تفاعل بين العناصر وما يكون دميجها ممتاز فشخصيات يعتبر ممتازة مع شينوبو عندنا فريق مكوّم من آيتو فشل كزوها شينوبو وهذا ممكن يعتبر أفضل فريق لشينوبو فريق إلكترو تشارج والدمج كله إلكترو تشارج فهنا شينوبو راح تكون مرة ممتازة وإحنا عارفين إنه آيتو يبغي يكون قريب من الشخصيات عشان يدمج وكمان شينوبو لليمتل عندها قريب فما تدمج إلا الشخصيات القريبة منها فآيتو وشينوبو يعتبروا ممتازين مع بحض كمان هنا فريق آيتو شينوبو جيم مع بينت في سوبر كونتاكت تمام إلا هو يولا روزاريا ريدن شوغن مع شينوبو هذا تيم يعتبر كويس لكن يولا عندها خيارات كثيرة أفضل من شينوبو لكن إذا نستخدم شينوبو مع يولا هذا خيار أو هذا تيم يعتبر ممتاز وهنا عندنا تيم بيدو فشل سكروز شينوبو هذا تيم فري تو بلاي ويعتبر محبوب بوجود بيدو مع فشل وسكروز وكمان نكون معهم شينوبو ثلاثة شخصيات إلكترو لكن هذا تيم رح يكون كويس لشخصيات الفري تو بلاي وكمان يكون بيدو شينوبو سينكشو مع سكروز وهذا تيم برضو يعتبر مرة ممتاز فأفضل الفرق لشينوبو عشان هي تدمج وتكون مرة هو التفاعل الحالي الشغال مع شخصيات الإلكترو طيب في فريق اللي هو وجود بنتو شينكلينج مع شينوبو هذا ممكن يكون فعال كويس لكن بنتو شينكلينج شخصيات بايرو مع شينوبو وإلكترو فالتفاعل اللي حيحصل هنا فما أفضل أنه يستخدم هذا الفريق لكن ممكن يستخدم إذا كانت الشخصية الرابعة هايدرو يكون الشخصية الرابعة آيتو يكون سينكشو أو يلان كذا وصلنا لنهاية الفيديو حبيب أشكركم على المشاهدة إن شاء الله الفيديو يكون مفيد فعلا أو يعني أفيل أشياء جدا ممتازة لكم وفائدة كبيرة لكم ولو تكرمتم لو سمحتم إذا في أي سؤال أي استفسار أي معلومات يعني أغلب وقتي خارج الأوقات ودعواتكم سلام عليكم